بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العاتي تكتب اسمي يا حبيبي عالم للطريق بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العاتي تكتب اسمي يا حبيبي عالم للطريق بكرة بتشديتيني عالقصص المجراحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينماحك بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينماحك شكرا يا فاروز خلاص يا سيد تعال بقى انت عشان نناع اللي عايد شايف ان صوته حلو ولا عنده حاجة قابلني بعد كده بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله شكرا يا الله ده ولا شريكة أنا بس في بعض الناس ما تروشه مقدين مبارك في بعض الناس كانوا مقدين مبارك وحبا للسجل القضية المهمة المنظمات المجتمع المددني اشتركوا في بناء الدولة وخصوصا في الجزء زي كونتستان وعشان نبني الدولة المفروض في تلات عناصر بيشتغل مع بعض مجردهم مش لتفلت دولة أول حاجة كانت الحكومة والثانية كانت الحكومة والثانية كانت الحكومة والثانية كانت الحكومة أثناء الحكم السابق كان فيه دائرة كبيرة جدا اللي هي إيه؟ الحكومة وكان القطاع الخاص قد كده وكان المجتمع المدني صغير خالص عشان ترجع احنا غازم نستجع وبالتالي فيه مؤسسات دولية جاية إسلام كدير بورد انترناشنال أين تالي هتوعد سنة هتوعد ادنين هتمش إذا كانت البيض بريطانيا إذا كانت أي مؤسسة في العالم بتحبينها فهي هتيجي وتنشي فالمهم ان احنا نبني منظماتنا فقلنا ازاي نبني منظماتنا تيجي نفهم المنظمات بتكبر ازاي وحضرتك واشتغلت ناشر بقى احنا قلنا ازاي المنظمة بتتولد وازاي بتتبر وخطوة وخطوة بتنشي وعملنا مستوى زي ده مش حالك مفاصيل وده قلنا في كم مستوى للمنظمات خمسة قلنا في مستوى الاول وبعد ذلك في مستوى زي ده قلنا في مستوى زي ده وقلنا في مستوى زي ده تقدم اصلا منظمة تتكلمش وننبيع وقلنا في مستوى الاولين سمناها ايه؟ الكتاتوري فيه كلمة تاني معلش كنتون هالي يسعى زعين 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 وانا فاكر اخونا حمزة قال الزعين ده الناس ما بيقبوهوش لكن الزعين اهم واحد هو اللي يبني المؤسسة وكان بتتكلم حتى عن هتلر وانه قل العلم بيقل هتلر لكن يقول لك محدش بنا المانيا بجد انه هتلر دي ممكن بعد ذلك غلط مشاطع من كلام زي كده باي منظمة دي ده عشان تتبني محتاجها زعين لبنيه وعشان كده قلنا المرحلة دولة كان السعيد والمرحلة التانية كانت ديها دولة حالة تتذكريها مديرة والد 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 المدير والد المدير قلنا في مرحلة الاولى عشان يبقى دي الزعانة وكان هو الكل في الكل لكن عشان المؤسسة تتشتغل وتستمر وتتبر لا يمكن تعتمد على فرض ولكن لازم يبني المؤسسة وبالتالي تيدي القواعد والقوانين وقلنا المستوى الثالث ودولة اللي تتكلمنا عليه صح اللي تتكلمني قلنا بقى فيه مستوى الثالث اللي هو النفعي وبعدين المبادئ والخامس المنظولي مش كده وقلنا المنظول دي حاجة تقريبا مش وجودة في الكل لانها لاب وتكلمنا كثير بده وانا اتكلم بالمستوى الثالث المستوى الخامس انا مش عايز اتكلم عليه هيبقى موجود عندكم بشكل والله هستعرضها سريعا وانا اعتذر للأخ إدريسي اللي مش بتكلم عربي لكن انا هقعد معاه وأنا هتكلم عليه بالعربي بشكل كبير لكن اقول ايه المتاريال دي موجودة في حوالي 28 صفحة في إجليزي وانا الموقع مبالح بتاع ايه كونسة ديبولوجمنتر كونسوتك دوت كوم دي حاجة تدخل عليها مجلد مجلد موكع ندخل عليك ويسألك اسئلة وانتي ساعت طاعة المؤسسة بتاعت مستوى واحد وانا في مستوى الثاني وانا في مستوى ثلاثة أو المستوى اربع وحن نقول الهدف الليحنا بنحلي به نموذجه مش عشان احيك ارجع من التنبرة الثانية وارخ ارتع في تلك اللحنا عشان نعرف 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 المستوى التاني اللحنا هنجيب نحنن använd ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر 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 لكن راجع العشرة. سنة بس أنا عجبني أنا بنبسه بقى يجي ثمان سنين أو تسع سنين والإيده نافع جداً وملئتش منظمة كيور واحد ولا كيور اثنين بلق المنظمة في واحد واثنين في خمس ستة حاجات بس لها رجل في نور المعة زي ما أنت بنقولي كده ويمكن بتصور الحاجة لكن مجملها كده وقلنا مبالح ومعظمه في مرحلة كلنا ومن تقليم من مرحلة لمرحلة. فأنا شخصياً ما عرفش حد إلا واحد الانترنت الانترنت اللي أنا ما عرفش زعمي لما شفت العشرة دول ما اتطبقيتش جريه على الانترنت. فضل الانترنت. نستجمالاً من كلام الدكتور سيد وعلي عمالك أو كلام الأخرى. ما فيش حاجة حتبدأ حتى لو كان اللي بادئ ممنع حتى ولو كان اللي بادئ عند أمورها دي. انتوا مش عايزين تدراعوا بشجرة على أرض سفر. طبيعة نتكلم منتظرها. طبيعة التضبط. وعدم التعكة. أول خمس سنين الغاسة الإسلامية مكنش عندنا محاسبين. مكنش عندنا موظفين. مش حاجة على بعض. نجيش بعد خمسة وثلاثين سنة وعشرين سنة. نقول نحن كذا وكان لا. السفر هو الرقم المحل مشكلة عالمية. قبل ما ينتجوا السفر كعرب. كنت عادت مكسل الأخمة. قبل نبدأ بالسفر أو نتعلم عشان نتدرب. فنبعد لما نحرى الأول أو الثاني الآن. لكن ما توقعش تجلي نفسك. أن انت في المسلم الثاني أو الثاني. اخرج منه. ما تقول سفر يتكلم على ما هي. كيف نأخذ من هذه المراحة. جزء الأساسي منه. أنت. ونفسه. كنت نتكلم فيها بقى سيد. وما سواء. هتجي الدنيا على حب الجمعة. ودرسك. وانت مش عاد تظهر نفسك. لا مثل عم أو لا مثل جب أو لا مثل كل ما يتفع. قبل نعمل في هدرة من داخله. علشان الأنأنة. علشان السيدة. ليس كذبا. علشان السيدة. يعني هي عميت ليه؟ عميت لان انا. اقروا تفتكروا ان حد فينا مبدع للنهاية. فيش حد مبدع للنهاية مش حد سقفه. ليس له الحدود. ابدا. 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 اني اجابوا كلامي. اذا ابدو اني سنعقبوش كلامي اعملني بابد. اعملني عمناسك. انا بسيطة. طيب انا ليه عماني النموذج اللي بتتحية معاذك كله. النموذج بيقول ان ما فيش مكان صحيح كنتم يستفيد. ليس هناك مكان صحيح او صار. اللي كانت تفتر فيه على هذين خليلنا. وانت مكان ممكن تتطوره. فما عليك إلا فتاق للفترة التالية. يعني انت الاولاني مش مشكلة تاني او تاني. انت في التاني. النموذج ده عشان انتي تتطور بس كبير كده. يقول اعرف انت فين. قط نفسك. انا هزعى لما خلطي في الرابع والخامس للسبب. انت بصوتي للسبب. ممكن اني بقولها الحسن منظمة. لو انا قلت ان انا في التاني. قدي نفسي مجال ان انا امشي التالي. والتالي امشي. ولما اقول لك الام متحدة في المشتوى اثنين. تقارير اساسي الام متحدة في اثنين. كل الدول بين الواحد والاثنين. للاسف معظم الدولة العربية كلها في واحد وحطة رجلها على اثنين. مش مش عارفة تطلق. مش بواحد. وبعضها مش بواحد يعني مثلا السمامة. مش بواحد. ليبيا. مش بواحد. لسه بزيرو. انا هنا يكون عشان نأخذ الكمسيط هزي لايكسة دولة تردبية. قدينا هي دورة لتفتيح الأفاق. المستند اللي هنا ثمانية وعشرين صفحة. اسمه ستيجيس او دي بلو. دي دي حاجة تالنتد. انا بقول ان الكرام الأفاضل لعدين دول محتاجين ناخدها. انا لو معايها الهولياتية وفوراً في الروس او اسلامي هتقدمها للكردي. هتقدمها للعربي. دي المستند دهو بحس يروح لناس يقول ده اي منظمة تطلق. وهذه هي مستويات الندق في المؤسسات كلها. نشوف نحن فيه. ما تقولش قدام الناس. ما تقولش عشان تحكم على نفسك. لكن اعلم المستوى اللي انت فيها اللي انت اللي انت غيرك فيه. لكن اللي عايز اقوله القائد الصحيح لازم يكون هو في المستوى الرابع ويريد يكون في الخامس حتى لو عمره بيبدأ المنظمة الاول. حتى لو هي في واحد هو عمليه يشد المنظمة من واحد الان. بيساعد يبني الطريق عشان يمعسل. وبيحسن التواصل عشان يمعسل. مستويح هنا. هو قاعد وهيجيب ابنه هنا. هي دي المسألة. مش عايز علي بها السياسة. بس انا قلت لكم. انا اللي انت بيرمين بيقى شوف المسجد هناك. هنا بنعمل اللي رابطالة حضرت فيه. بقول المسجد ده بقى بسنة 42 سنة. فبس ان السؤال التلقائي. ايه من اسماع المديرين الموجود؟ قالوا هو الحد محمد. بناه الله يرحمه ماد من ستو شكرا. هو مزق المدير 41 سنة ونوص. انا انا بدور على مستوى الرابع. انا بدور على اي حاجة خالص مدير. انا بقول لده موجود اندرسه. اي تعليق عليها. من هذه النموذج الخماسي لبناء المؤسسات. انا بقول ده عشان اكتشف النحافين. لان بعد جدا هقول ازاي انتنقل من ده لده. لان في التواصل. اسلام الكريم قبل 30 سنة عملت مؤسسة إيغاثين. اسلام الكريم قبل 3-4 سنين عملت مؤسسة ليست إيغاثين. لبناء المؤسسات. والناس لما نزلنا سوريا قبل 4 سنين. نزلنا نوزع أكل قيد. ونوزع. نبدل مؤسسات السورية التانية. نقول ازاي تبني مؤسسة وازاي تنضم مؤسسة. وعملنا دورات كتيرة وخيانات كتيرة. ازاي تبقى اكبر. ازاي تتطور بشكل اكثر. فاسلام الكريم قبل الوقت. هاند بيقدم الحاجة للمستثلين. لكن في هاند تانية بيقول ازاي تبني مؤسسة. وزاي تتطور وزاي تتطور أكثر. وزاي تعمل الرؤية أكثر. ده جزء أساسي انتركت من فصلت الآن تمام بيهت أكاديمية. بتاخد خبرة اسلام الكريم على مدى 30 سنة. وعلى امتداد الدغرافي من كندا وامريكا ومريكا الجانوبية إلى ماليزيا واستراليا. بتقول ده ايه الخبرات اللي مرت بيها اسلام الكريم. وبتحطها بشكل جيولز. ده لي نسبك ده لي نسبك ده لي نسبك. عشان دي لك وزع حرارتكم من أول يوم. نيتز اسسسنت. مش عالك موجودة ده. نيتز اسسسنت. في الفلدة. هزم لك. كلنا موجودين معنا لك. ده. اللي ممحبوش يا فعيد. ربما. نيتزميكي. كمواسق معنا وش واقع 2 3 4. أنا عايز تأخذي ده الإيب بس في الوقت. وهنا نلوق في الوقت بتاع السسسن. بسرعة. هناي بلاقف الاقلي من من خلص الوقت. س Shielda. نيتزميك. وعنو سوى. ربما. سريعا. هو كله يشرونه. اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 المؤسسة دي اول واحدة جاء في الخامس. نجد ثلاثين واحدة داد في الرابر. ثلاثة واحدة داد في الثالث. وبعدين في الرابر. لما سينش على المؤسسة متنهزة. المؤسسين ماشيين بالشكل ده. بالله عليكم. المؤسسة اللي اسمها الم. في المستوى كام كده? واحد. واحد. واحد غالبا. ولسه رجلها في اتنين. بدلا ما انتي بتقولي هو ده الكلام العلم الاكاديمي. انا لو سقدر كلين هتكون مبادئ. النموذج ده هيقول لك خش وهو هيكون المؤسسة دي في المستوى الاولاني. وحتى في ناغل الاولاني. ومعامل فور لبن. شين ده. وان. تو. سري. فور. ده هو في اوكل الاولاني. مفيش حاجة ماشي. ده بيديك تقرير علمي زي ما تأخذ عيانا من الدم كده. تقريبا. والخطاب المعمل ويديك الرزل. بعيد عن الانطباع. بعيد عن انتباع. بعيد عن اننا بحيب مرزمت لعمل. انا بحيب مرزمت لعملها. فاتضلح ان المنظمة دي في. في الاول والتضح المنظمة دي في. في. وان كان لها ادراح في الخامس. انا مش احتبد ادراح في الخامس. انا بفضل مع حضراتكم تخشوا فرزيا على. اشتركوا في القناة 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 الوقت حالياً ليس متاح للناس، لكن هناك أكثر من ذلك متاح أونلين، ولكن لست. أنا هاتي مجموعة من الكروتي، باعتبار أن هذا الجزء هنا، لو حد يحب يتواصل، يبقى موجود هنا. أستاذ، عني سؤالي. السؤال الأول هو ما هو الحد الأدنى للانتقال في مرحلة إلى مرحلة؟ الزمن؟ الزمن؟ نعم، خصوصاً إذا كانت المؤسسة في مرحلتها الأولى. يعني، كشبتة طريقة طويلة أما أكثر. والآن؟ السؤال الثاني هو مسؤال الضغير للإسم، ح prosecutor ذكرت أنه سرد تغيير. أبداً. أنا سأخذني إليه سؤالي لهم. أحد الزمن من إظهار واحد إلى اثنين أو اثنين إثنين، ونتغيير للإسم، وأريد أنه أسلامي، ممكن تمثل الشريع. هل ممكن المنظمة على تغيير الإسم؟ هل ممكن دماء المؤسسة بغير اسمها؟ أموه؟ ترجمة نانسي قنقر 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 طيب أنا حكيتي أعيز أقولها للمتلكم أرواب لكن برقية أعيز أقول حفظتك وفي مؤسسة دريالة نفس أقولها ونفس أقولها كل واحد مستقيم نحن عندنا تصور لما كفاعة المؤسسات الكولوجية الموجودة ولا نفسها فهنا تصورتها نحن عندنا التفنج المهام بالشكل الموجود يمكن أن أنا أسناً مش واضح نحن عندنا الخطوات واضحة ومحددة من المرة واحدة نعمل عندنا أداة نحن عندنا أداة أداة التقييم المؤسسي مع ربطهاش أداة ناشر صفحة نقيم المؤسسة أيضاً مثل ما بنعمل تحليل غير نسان من المؤسسة للمجل الإدارة وكل حاجة وبناء عليه نحدد الأحياجات التدريبية لكل مؤسسة على حيثها ثم نصمم خطة للتدريبات ثم نقدم تلك التدريبات ثم نساعد العمل بينهم وبعض وتخديم الدعم الفني عندما يحتاج وفي النهاية المتوقع يكون في جهة ما في جوردستان نقيم المؤسسات المحلية وتقول جناءً على ذلك في نهاية سنة سبعتاشر كان ترتيب المنظمات العشرة الأوائل كذا وكذا وكذا بحيث يأخذ فيها السنة الجاية واللي باعتها في نواع التطوير لو حد عنده مستعد يأخذ دهو فإحنا ما عندناش مانع من نتعلم معاه ويتقدم بأي مكان ومعاه هنا في الانترنت في الأطفال الهوم التطوير كله مقبود ويتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ينفع بسرعة الله فيه ترجمة نانسي سابقاً هيا 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 شكراً، شكراً. والصلاة أزياد بها. والصلاة والأكس أزياد بها. شكراً. الله خير. والسلام عليكم.